رغم الجهود الدولية والإقليمية الرامية لتهديئة الأوضاع في البلاد إلا أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ازداد دراوطاً خلال اليومين الفائتين مع دخول الحرب شهرها الثاني الأمر الذي يفاقم من معاناة السودانيين وسط حالة من الأحباط تخيم عليهم بعد تجدد الاشتباكات رغم توقيع اتفاق جدة بين الطرفين وسائل إعلام السودانية أفادت بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين طرفي الصراع في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم وأن طيران الجيش السوداني قصف عدة مواقع تنتشر فيها قوات الدعم السريع مشيرة إلى أن الاشتباكات طالت مدينتي بحري وأم درمان من جانبه نفى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو يوم الاثنين ما وصفه بالشائعات التي تحدثت عن مقتله وأكد أنه بصحة جيدة ودع السودانيين إلى عدم الإصغاء إلى الشائعات وندد في تسجيل صوتي نشره عبر حسابه في تويتر بما وصفه بتدمير المواقع الحيوية والبنية التحتية والمصانع داعياً أفراد قواته إلى محاربة الجيش ومساعدة الشعب السوداني وتلبية احتياجاته ويأتي هذا فيما أعلنت الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الاثنين في بيان إن عدد ضحايا الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتفع إلى ستمائة وستة وسبعين قتلاً وخمسة آلاف وخمسمائة وسبعة وخمسين مصاباً ونزوح ما يفوق تسعمائة وستة وثلاثين ألفاً بما في ذلك نحو ستمائة وستة وثلاثين ألفاً ومئتي شخص نزحوا داخلياً منذ اندلاع الاشتباكات في الخامس عشر من نيسان أبريل الماضي